اشتركوا في القناة صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعدت السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية تابع سموه المباراة النهائية مشيدا بالأداء البطولية الذي قدمه المنتخب على امتداد التصفيات بوصوله إلى النهائي قبل أن يخسر من اليابان منوها سموه بما قدمه اللاعبون من مستوى متميز عكس تطور كرة اليد البحرينية متمنيا سموه للمنتخب التوفيق والنجاح ضمن منافسات الملحق المؤهل لأولمبياد باريس وبطولة آسيا أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بوقفة الجماهير البحرينية للمنتخب وتشجيعها المثالي وتحليها بالروح الرياضية لتنبي نداء الوطن كعادتها منوها سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة الأولمبية وجهازها التنفيذي في عملية نقل الجماهير كما ثمن الدور الذي قامت به شركة طيران الخليج الناقل الوطني في دعم هذه المبادرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة